بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة الدكتور أحمد عطية الدهشان النهاردة جماعة جايين نتكلم معاكم عن أنيميا نقص الحديد بتبدأ المشكلة ديت يا جماعة أنا مش عايز أطول عايز الفيديو بتاعنا ما لا يتجاوز كام دي بحيث أن احنا كلنا بلا اساس ناق نستفيد بشكل كبير قوي وأن احنا نوصل للمعلومة اللي احنا عايزين نوصلها بشكل سريع إيه هي بقى الكلام اللي احنا مفروض نعرفه في تشخيص الأنيميا وفي علاج الأنيميا بشكل بسيط كده يا جماعة ما نجي نتكلم عن تشخيص الأنيميا لازم نعرف أن دي بنت بتجي لنا لايادة طبعا أنا بقول بنت ما قلتش ولد لأن يعني الأنيميا أكثر شيوعا عند البنات لكن مش معنى ذلك أنها تجيش عند الولاد لا موجودة عند الولاد وموجودة عند البنات لكن أكثر شيوعا عند البنات البنت تجي لي لايادة تقول لها دكتور أنا بعاني من إرهاق مستمر بعاني من صدار مستمر بعاني من دوخة مستمرة معرفش ايه السبب اول ما تيجي تقول كده يبال لازم نعمل اول حاجة تحليلة بسيطة او نعمل فحص بسيط من خلال هذا الفحص نقدر نعرف انها عندها نيمية او لا مشاهد الفحص ده بيسموه صورة دم كاملة او cbc يوبي صورة دم كاملة او cbc نقدر من خلالها ان احنا نعرف اللعنية طب بنقع تعرف زي هنه عندها نيمية في التحليل في حاجة اسمها الهيموجلوبين الهيموجلوبين ده بيبالي نسبة طبيعية نسبة طبيعية بتاعتهم من 12 ل 17 تحليلة صورة الدم كاملة ديت لو الهيموجلوبين بتاعنا طلع أقل من 11 يبقى هي عندها أنيميا بناء على درجة الأنيميا اللي موجودة عندها بنبدأ نتعامل مع الحالة طيب إزاي إحنا دلوقتي عرفنا إزاي نشخص الأنيميا بنشخصها من خلال فحص صورة الدم كاملة نتيجة لوجود هذه الأعراض سواء كان دوخة مستمرة أو صدع مستمرة أو إرهاق مستمرة وجدنا كل هذه الأعراض موجودة عندنا نقدر من خلال هذه الأعراض نخش بشكل مباشر نعمل الفحص عملنا الفحص طلع عندها أنيميا خلاص طلع عندها أنيميا نعالج الأنيميا إزاي يا دكتور يبقى أول حالة في نقطة العلاج لنخش فيها بشكل مستمر اللي هي إن إحنا نبحث عن سبب الأنيميا اللي موجود عندنا يبقى نبحث عن سبب الأنيميا اللي موجود عندنا قد تكون تعالوا نقول الأسباب الأنميا بشكل سريع كده أشهر السبب شيوعا عندنا كلنا بلا السسناء اللي هو نقص التغذية للأسف إحنا بلا السسناء عندنا مفاهيم غلط في الأكل وفي الأكل بتاعنا وفي الغذاء لكن بشكل أساسي ما نيجي نتكلم عن الأنميا يبقى هنيجي نتكلم عن نقص الحديد هذا النقص اللي موجود في الحديد إن احنا بنقولش أغذية فيها أطعمة بتحتوي على الحديد يبقى ده كده السبب الأولين السبب الثاني قد يكون هناك نزيف داخلي هذا النزيف الداخلي هو اللي مسبب لنا الأنميا طب النزيف الداخلي ده عبارة عن إيه؟ يعني يكون عنده قرح في المعدة عنده بواسير عنده نصور عنده أشياء معينة هي اللي مسبب لنا نزيف داخلي ونتيجة لهذا النزيف بيحد وسعدنا نقص في المجلوبين في الجسم وبالتالي حدوث الأنميا يبقى احنا قلنا كده قد يكون هناك نزيف داخلي قد يكون نقص التغذية هي سبب في الأنميا اللي موجودة عندنا قد الإصابة الديدان قد تكون أحد الأسباب الرئيسية للهيموغلوبين وده بتبني طبعا أكثر شيون عند الأطفال عشان كده احنا عملنا لكم حلقة من قبل بنتكلم فيه عن علاج الديدان عند الأطفال اللي ما تفرجش على الفيديو ده يروح يتفرج عليه دلوقتي حاله وبعدين يرجع علينا مرة تانية يكمل الفيديو ده للنهاية عشان يستفيد الاستفادة القصوى يبا احنا دلوقتي يا جماعة تكلمنا قلنا الأسباب الرئيسية قد تكون نقص التغذية قد يكون هناك نزيف داخله هو المسبب لنا زي البواسير والنصور ومشاكل الكرح المعدة قد يكون الجسراتيس واليبتيك ألسر قد يكون هناك برضو مشاكل تانية ايه هي المشاكل التانية ديت قد يكون السرطان أحد أسباب الأنيميا والحمل الست أثناء الحمل من أكثر الأشياء شيوعا الأنيميا ونقص الهيموغلوبين في الجسم احنا كده قلنا الأسباب يبقى لازم إما نيجي نتكلم في نقطة العلاج ما تيجيش تقولي خد الدول فرنان وخد البتاع العلان وخده يلا ويطلع ويجري يلا ويبتاعه زي ما بيحصل في أجلب العيادات لا نبحث عن السبب في البداية يبقى لازم تعالج أصل المشكلة حتى لو انت رفعت نسبة المجلوبين في الجسم لو رفعتها ما ترجعش مرة تانية ويرجعلك أنيميا مرة تانية يبقى احنا لازم نعالج السبب في البداية يبقى بعد ما نعالج السبب في البداية وإحنا بنعالج السبب ناخد أشياء بترفع المجلوبين يبقى احنا شغالين في خطين متوازيين يبقى أول نقطة علاج السبب النقطة التانية ما نيجي نتكلم فيها يبقى لعلاج التغذوي ما بنيجي نتكلم عن النوتريشن بنتكلم على نظام غذائي صحي بيحتوي على كافة العناصر الغذائية من الكربوهايدريت من الفات من البروتين من الفيتامين من منيرا من الفايبر من الميا فيه كافة العناصر الغذائية لكن بنركز شوية على الغذية في النظام الغذائي اللي بيتعامل يبقى فيه عنصر الحديد عنصر الحديد زي ايه يا دكتور أحمد بشكل بسيط بيبقى موجود في الكبدة موجود في السبانخ موجود في الكبدة في السبانخ في البتنجان في العسل السود الكبدة والسبانخ والبتنجان والعسل السود من أكتر الحاجات اللي متركز فيها حديد يبقى احنا ناخد أكل بيحتوي على نسبة حديد عالية زي اللي موجود في السبانخ موجود في البتنجان موجود في العسل لسوي تالت بقى نقطة في العلاج واللي هي برضو في غاية الأهمية ولا تقل أهمية عن اللي قلناها من قبل زي ما هنا قلنا أول حاجة على الجساب في البداية تاني حاجة هناخد أغذية تحتوي على ونصر الحديد تالت حاجة هناخد iron supplementation بشكل بسيط قوي ما نجي نتكلم عن iron supplementation يعني نقول أقراص الحديد أقراص الحديد دي أو مكملات الحديد بشكل عام طبعا من أشهر الأنواع الموجودة عندنا أو من أفضل الأنواع الموجودة عندنا زي الفيروسانول أو أي حاجة فقا حديد يا جماعة أنا مش بتاجر بالفيروسانول أنا بتتكلم كطبيب وكان عندي حالات في العيادة وهذه الحالات كنا بنستخدم معا أفضل النتائج من خلال التجربة في العيادات كان بالنسبة لنا الفيروسانول يعتبر من أفضل الأنواع اللي إحنا استعملناها وجربناها في العيادة تالت حاجة نتكلم عنها برضو موجودة عندنا بشكل قوي نتكلم عن الفيتامين بي 12 فيتامين بي 12 مهم جدا مسؤول عن تكوين كرات الدم الحامرة والأعصاب يبقى الحاجة الأساسية المسؤولة عن تكوين كرات الدم الحامرة والأعصاب نقدر نتكلم عن الفيتامين بي 12 الفيتامين بي 12 ده بناخده على هيئة حقا حقنا مرة اسبوعيا لمدة شهر واحد وبعدين مرة كل ثلاث شهور وعلى حسب تقييم الطبيب نتيجة التحليل بتاعتك الدكتور بيديك الحاجة الأنسب ليك فبعدين طبعا ترجع للجروعات على حسب المعطيات اللي عند الدكتور بتاعك يوبا احنا كده قلنا اول حاجة نقدر انها باخد فيتامين بي 12 بس بنتم اخدها عضل وطبعا انا بتكلم على الاشياء اللي انا بستعملها في عياتي بشكل اساسي فما بكلمك ما بكلمك عن تجربة شخصية عن حاجات بالفعل عن نتائج حقية لحالات موجودة عندنا في العيادة يوبا احنا دلوقت يا جماعة تكلمنا عن فيتامين بي 12 حاجة تانية برضو بتشتغل برضو على المسؤولة عن تكوين كرات الدم الحمرة الفوليك أسد يوبا بناخد حاجتين اساسيتين بناخد حاجة بناخد اقراس الحديد مع الفوليك أسد مع فيتامين بي 12 يوبا الحاجات اللي بتكتب في الرشيتة بتاعتنا تلت حاجات تاسية بنكتب اقراس الحديد او مكملات الحديد وبناخد تاني حاجة موجودة عندنا بناخد فوليك أسد وتلت حاجة بناخد فيتامين بي 12 طبعا دي الثلاث حاجات الأساسية اللي بتكتبوا في روشيتا واي طبيب بيجيله حالة أنيميا لازم يكتب الثلاث حاجات الأساسية دي يبقى ديها الحاجات الأساسية اللي انا نقدر نستخدمها معنا تبقى موجودة عندنا في العيادة بشكل مستمر لعلاج أنيميا نقص الحديد بشكل بسيط قوي وبكده يكون الحلقة بتاعتنا خلصت انزل دلوقتي حالا اضغط لايك شارك الفيديو فادقال على الخير كفاعله شكرا ليكم كان معكم الدكتور رحمة العطية دهشان دمتم بصحة وعافية